السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً بكم أبنائي وبناتي الطلب والطالبات من أبناء الصف الثاني الابتدائي أرحب بكم وأسعد بلقياكم وأفرح بالاجتماع معكم في درس جديد من دروس القرآن الكريم الذي أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا ويرفعنا به درس اليوم وبعد أن قطعنا مشواراً من سورة الليل هو الآيات من سورة الليل من الآية الأولى وحتى الآية السابعة عشرة وكما تعلمون فإن الطالب والطالبة لا بد أن يكون منظماً يرسم خطة لدراسته ويرتب أوقاته ويهدف إلى أشياء يريد أن يحققها ولذلك نحن نهدف من هذا الدرس إلى أمور عديدة منها أولاً طلب الأجر من الله جل وعلا هذا القرآن هو التجارة يقول الله جل وعلا إن الذين يترون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سراً وعلانياً يرجون تجارة لنتبور هذه التجارة ليست لجمع المال وإنما لجمع الحسنات فكلما نقرأ كلام الله جل وعلا كلما تزداد حسناتنا أيضاً من الأهداف التي نرجوها من دراسة القرآن الكريم تلاوة الآيات تلاوة صحيحة خالية من الأخطاء نحن الآن قد كبرنا وأصبحنا في الصف الثاني الابتدائي ولذلك نحن نتطور ونكبر ونتعلم وكلما تعلمنا نريد أن نطبق ما تعلمنا نعم قد يخطئ الإنسان لكنه يصحح خطأه فيما بعد ذلك نحاول أن نصحح أخطاءنا حتى تصبح تلاوتنا تلاوة صحيحة خالية من الأخطاء تطبيق ما تم دراسته من مهارات أنتم تملكون ما شاء الله تبارك الله مخزوناً كبيراً من المهارات ومن المعلومات هذه المهارات والمعلومات حينما ندرسها ندرسها لكي نطبقها نطبقها في قراءتنا في تلاوتنا حتى تكون قراءتنا قراءة صحيحة أيضاً من فوائد القرآن أنه يقوي الذاكرة وينميها ويطورها وتصبح الذاكرة ما شاء الله قوية وتتذكر أشياء كلما حفظنا فإنها تنمو هذه الذاكرة وتتطور تنبيهات أولاً المتابعة في المصحف لابد أن يكون المصحف بين أيدينا حينما نقرأ لأننا نريد أن نركز البصرة في المكتوب والسمع في المتروح حينما نسمع الشيخ أو حينما يقرأ المعلم أيضاً الاستماع الجيد للتلاوة ومحاولة النطق الصحيح وأيضاً تحسين الصوت بالتلاوة لأن الله عز وجل يقول وردت للقرآن ترتيله ولذلك لابد أن نستمع جيداً حتى نطبق ما تعلمناه حتى نطبق ما تعلمناه ودرسناه ونستمع من الشيخ ومن المعلم لكي نتلو تلاوة صحيحة خالية من الأخطاء لابد من الصبر وعدم الاستعجال لابد من الصبر وعدم الاستعجال حتى نقرأ ونكرر ونعيد ونحفظ ونكرر ونعيد ونحفظ ولا نستعجل ونقوم مباشرة لا ولابد من الصبر لأن القرآن كنز ثمين فلابد أن نصبر لكي نناله ندقق النظر في الكلمة والحرف والحركة حتى نقرأ قراءة صحيحة حينما يقرأ الطالب أو الطالبة بدون أن ينظر للحركات لا بد أنه سيخطئ ولكن حينما يدقق وينظر للحرف والحركة التي فوق الحرف فإنه سيقرأ قراءة طيبة ممتازة وتكون تلاوته صحيحة انظروا ماذا تشاهدون ماذا تشاهدون انظروا إلى هذه الكرة الأرضية كيف يغطيها الظلام إنه الليل إنه الليل إنه الليل يغطي الأرض وهو عنوان صورتنا هذا اليوم صورة الليل نريد أن نستعد للتلاوة ما رأيكم أن نستعد للتلاوة الآن وقد تعلمنا سابقا أن التلاوة لها استعداد خاص لأننا نعظم القرآن في قلوبنا ولذلك لابد أن نستعد لتلاوته بأمور متعددة منها أولا أن نفعل كما يفعل هذا الشاب انظروا إليه ماذا يفعل إنه يتوضأ لماذا يتوضأ لأنه يريد أن يقرأ القرآن أو يريد أن يصلي ولماذا يتوضأ من يريد أن يقرأ القرآن لأن الله جل وعلا يقول لا يمسه إلا المطهرون فالقرآن والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يمسه إلا طاهر أيضا أختار المكان المناسب المهيئ للتلاوة المكان اللائق بكلام الله المكان البعيد عن الضوضاء المكان البعيد عن الإزعاج حتى أركز وأدقق أفتح الفهرس لأنظراني موضع السورة أحافظ على القرآن ولا أفتحه لأقصاه حتى لا يتقطع لا أكتب عليه لا أضع شيئا فوقه لأنني أعظم القرآن في قلبي لأنني أعظم القرآن في قلبي ولأنه كلام الله جل وعلا ثلاثة أمور ثلاثة أمور الآن عرفناها انظروا إليها ثلاثة أمور أتوضأ قبل أن أمسك المصحف أختار المكان المناسب للتلاوة أمسك المصحف بطريقة صحيحة وأفتحوا على موضع السورة هيا طبق وافتح المصحف بطريقة صحيحة جرب الآن حاول نعم حاول الآن طبقوا وافتحوا المصحف بطريقة صحيحة الآن نريد أن نبدأ التلاوة سورة الليل من الآية الأولى وحتى الآية الثالثة السبعة عشرة فمتى أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هل أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم عند بدء التلاوة أم أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم عند بداية السورة من يعرف من الأفطال نعم أحسنتم ما شاء الله تبارك الله نعم أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم عندما أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم عندما أريد أن أبدأ في التلاوة أفتح المصحف وأقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولكن بسم الله الرحمن الرحيم هي في رأسي كل سورة في بداية كل سورة إلا سورة التوبة كل سورة أبدأ من أولها أقول بسم الله الرحمن الرحيم أما الآن فدعونا نستمع لتلاوة الآيات بتركيز وإنصات لنال أعلى الدرجات ثم نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنفى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلضى لا يصلىها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنفى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلضى لا يصلىها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنفى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلضى لا يصلىها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنفى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره لليسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلضى لا يصلىها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنفى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلضى لا يصلىها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى وبعد أن استمعنا لتلاوة الآيات من فضيلة الشيخ علي الحذيفي وفقه الله نأتي وإياكم أيها المبدعون والرائعون نأتي وإياكم إلى بعض الكلمات هنا نريد أن نتعرف على ألف لكن هذه الألف هي ألف من نوع آخر ما هي هذه الألف؟ انظروا انظروا إلى هذه الألف أين الألف؟ نعم إنها إنها هنا انظروا انظروا إليها هذه الألف ماذا تسمى هذه الألف؟ من يعرف من الأبطال؟ من يعرف من الأبطال؟ ماذا تسمى هذه الألف؟ نعم تسمى الألف المقصورة تسمى الألف المقصورة وهي تشبه أي حرف نعم أحسنتم تشبه حرف الياء ولكنها ألف وانظروا إليها في المصحف يوجد عليها ألف صغيرة علامة على أنها الألف تسمى هذه الألف الصغيرة أحيانا الألف الخنجرية أو الألف الصغيرة انظروا إليها هذه هي الألف إذن ننطق هذه الكلمات نريد أن ننطقها سويا من يستطيع أن ينطقها منكم الكلمة الأولى من ينطقها منكم نعم نحاول تلظ تلظ أحسنتم مبارك الله فيكم هذه الأخرى الكلمة الأخرى انظروا إليها الأشقى الأشقى انتبهوا للحرف الساكن انتبهوا للحرف الساكن كيف ننطق الشين الساكنة كيف ننطق الشين الساكنة كيف ننطق الشين الساكنة هكذا الأش الأش أحسنتم مبارك الله فيكم الأشقى انظروا لهذا الحرف المشدد الحرف المشدد عبارة عن كم حرف هل هو عبارة عن حرف واحد لا إنه عبارة عن كم حرف عبارة عن حرفين إذن هذه اللام المشددة عبارة على مين هذه وهذه لام وهذه لام هذه الأولى ماذا نضع عليها أي حركة الأولى دائما تأخذ السكون والثانية ماذا تأخذ تأخذ الحرف التي مع الشد تأخذ الحركة التي مع الشدة كيف نربط بينهما ننطق الحرف الساكن ل ننطق الحرف المفتوح لا نربط بينهما لا لا وتولى وتولى أحسنتم مبارك الله فيكم انظروا هنا هذه الكلمة الأ الأتقى 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 نعم أحسنتم مبارك الله فيكم إذن عرفنا أن هذه الألف تسمى الألف المقصورة تسمى الألف المقصورة الآن سأقرأ لكم هذه الآيات فافتحوا المصاحف وتابعوا نريد أن أقرأها لكم تابعوا معنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخن واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الآن أريد أن ترددوا معي سأقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لأنكم ستبدأون معي الآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى فأما من أعطى واتقى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى فَسَنُيَسِّرُهُ رَكِّزوا على هذه الكلمة فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ 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 لِلْعُسْرَى وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّا إِنَّ عَلَيْنَا لَالْهُدَى وَإِنَّ لَنَا لَالْآخِرَةَ والأولى وَإِنَّ لَنَا لَالْآخِرَةَ فَأَنْذَرْتُكُمْ رَكِّزُوا فِي هَذِهِ الْكَرِيمَةِ فَأَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَضَّا فَأَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَضَّا لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى أحسنتم مبارك الله فيكم نقرأها للمرة الأخيرة ثم نختم درسنا بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وَسَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُ يَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُ يَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّا وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّا إِنَّ عَلَيْنَا لَا الْهُدَى وَإِنَّ لَنَا لَا الْآخِرَةَ وَالْأُولَى فَأَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى ما شاء الله تبارك الله ما هذه الرواة ما هذا الجمال أحسنتم وبرك الله فيكم أسأل الله عز وجل أن يوفقكم وأن ينبتكم نباتا حسنا وفي ختام هذا الدرس لا يسأني إلا أن أشكركم بعد شكر الله عز وجل أيها المبدعون والمبدعات على هذا التألق وعلى هذا الهدوء وعلى هذا الأدب وعلى هذا الذوق شكرا لكم جميعا ألقاكم وأنتم ونحن في خير وعلى خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته